سلام جزالاتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير معلكم غير قبل ما تشاهدوا الفيديو وديروا ليجام واللي ماشي ما اشترك يشترك ويفعل الجرس لانه راح يوصلكم غير جديد الحلويات حلويات عيد 2023 ان شاء الله نعيدو بالصحة ولهنا اذا هذا الصب اللي بيذوق الليمون يجي من ارمع ما يكون التزيين بخيستيج مام البناء يجي بزيف بنين ويقطع لكم كمية ما شاء الله يعني 250 جرام بتاع المارغارين راح تقطع لكم 40 حبابي اذن الله اول حاجة هنا ينفوتوا نحضروا لابات اللي نسحقوا فيها نصف كاس انتاع السكر نعم يكون مغربل الكاس اللي نستعملوا انا ياه هو كاس الغني عن التعريف الكاس تاع ام واليد اللي يرفضنا 220 ميلي لتر عندي معاه 125 جرام تاع المارغارين انا نستعمل هذا اليامات مارغارين دي ما عجبتني بزاف وما مصاب لي تحيجي بزاف هشيش عندي ايضا حبة بيض كاملة تكون شوية كبيرة لبناء اللي حبت على البيضها كبش يقطع لكم الصبلي تحكم وديروا 3 ملاعق الى 4 ملاعق كبيرة انتاع الزيت بالنسبة للخالط هذا كامل طلعوه بالباتغ حتى ترجع لكم اكريمة ضروري هذا الخطوة باش الصبلي تحكم ينجح معاكم عندي هنا يا نظيف نص كنص عفوا نص مغرفة انتاع الخميرة الكيميائية وعندي ايضا ملعقة كبيرة مع امرا مليح انتاع لفاني واللي عنده يعني عطر الليمون يستعمل عطر الليمون هنا يا العجينة تعيير حنطمها بالفارينة تروح وغير بالعقل اللي بنات باش ما تيبسوش العجينة اللي انو نسحقو عجينة تكون طارية اول حاجة باش تساعدنا في الخدمة ثاني حاجة باش الصبلي تحنا يجينا بزي فهشيش هالوغ اللي بنات هاليكم بعد ما جمعت العجينة انتاعي هاليكم بالفارين هذا هو القوام بتاع العجينة تكون طارية يعني وما تكونش تلسق في اليد هاكاية بعد ما تتشكل لكم كورة تحبسو صايي كمية العفاغين يعني تحسوها طارية لكنهم بعد تخلوها وحد الخمسة دقايق راح تشد رحا بالنسبة الليمون هذا هو ما الليمون اللي راح نستعملهم يعني راح هم متوفرين في المحلات وبكثرة فوال البنات هنا يا انا الليمون التوعي يعني عندهم مدة وانا نستعملهم اذا كانوا جدد لازم تدهنوهم شوية تاع الزبدة وترشوهم بالفارينة باش تستعملوهم لانو كيكونوا جدد قادرين يلسقو لكم لكنهم بعد بعد الاستعمال الكثير راح يعني تستعملوهم مباشرة هنا يا بعد ما شكلتهم في هذو كل الليمون التاع الكوكياجة هذه هي طيبتهم يعني ثقبتهم وطيبتهم على 180 درجة وهذه هي الغزلتة انت عنا متخليهمش يتحقوا لبنات بزيف اكي يباش مايجيش يعني عندو اغياغو فولا قلت لكم باللي 125 جرام مرقارين قطعت لي 20 حبة ماشي نقصة وماشي زيدة فولا واذا خشنتوهم يعني متخشنوهمش بزيف بزيف يعني عادي انا يا بالنسبة اه يعني انا يا راح نحشيهم بالنسلي فولا نغم المو نحشيهم بحاجة تكون عندها ذوق انتاع ذوق انتاع الليمون بسك القلاسة جدرتو بذوق الليمون لكن يعني انا ما نحبش يعني سوبر كرام الليمون ما نحبش الكرام نحب حاجات تكون فيها قرمشة شوكولات كرامل هذو ما اصوالح سيبوخصة يعني راح نحشيها بالكرامل مع اللابات اتخطيني اوبتي اللي اهنا يا عندي ولا بالنسبة للكرامل ولا نعم النيسلي انا كنت خدمته في المنزل راح نشارككم يعني الوصفة باذن الله راح نعني هكيا نمليها عليكم باش توجدوها في الضعر بزيف هاي لو تقطع كمية كبيرة وبنينا لبنيت بنينا فولا بالنسبة هذو كل الكوكيا جيت يعني نحشي النصف بالكرامل ندير عليها الجوز والمكسرات اللي عندكم لبنيت والنصف الاخر نديرو فيها اوبتيلا لا بات اتخطيني اللي متوفر عندكم يعني مشي شرط تتقيدو ووش ختمت انا يا اذا بالنسبة لهذا الكرامل ولا النيسلي انا يدرت كاس انتح لي بودرا وفولا بل حلي بودرا لبنت يجيكم ابنين اذا مستعملتوش حلي بودرا ما يجيكمش ابنين من الاخر وفولا عندي كاس تاع امواليد معمرة مليح انتاع انتاع حلي بودرا كاس انتاع مسخون وكاس تاع سكر غلاس خلطن مليح بالميكسر وتخلطن ندير يعني كاس تاع السكر يذوب فوق النار كيت كغاميل اذا نضيف له ملعقة كبيرة تاع الماغقاغين ومن بعدها كيت ذوب لي مليح خلط مليح كيت ذوب لي مليح وتدخل في الخليط نضيف عليها الخليط انتاع حلي بودرا والسكر والماء وانخلطن خلط خليهم زوجت غايق فوق النار وانح يوم فوق النار مباشرة ويكون عندكم مواجد بعد ما اتصفي وهالبنت انا يا هذا البصفة شفتها في الانستغرام فولا لبنت اذا بالنسبة لهذا بعد ما حشيت الحبات دي وليدتهم في القانجيلاتور لازم يتجمدوا مليح يبردوا يعني مليح باش يساعدونا في القلاس عشاكية باش كنكونوا نقلاسي واجينا سهلة وبالنسبة للشوكولات انا استعملت لاسافر جي ملونة بيذوق الليمون استعملتها بيذوق الليمون وبالنسبة لهذا الوردات يعني شاركتكم في فيديوهات سابقة كيفاش اخدمتهم مام الورق شاركتكم كيفاش اخدمتوا البنات بزاف سهل ورح نشارككم يعني في المنتدى اذا مفهمتوش كيفاش نخدموهم فوالا البنات اذا هنا جبت الحبيبات التاعي رشيتهم بالناكخي هذا هو الناكخي اللي نستعملوه يستعملوه بزاف حلواجيات يخرج اللونة تعويه بزاف ضوي وبزاف شباب اسموه فانت فوالا انا خليت لكم باش نديرو كابتور عليه بالسائل التاعوي يعني نخلطوهم مع بعض ومبعدها نجيبو بغوسة دان وانه رش الحبيبات انت وعيب باش يجي فيهم شكل الجباب يعني هذا كل الرش تاع تاع الناكخير هو تندانس ووالا ولازم احنا ينتبعو التندانس بصح فغيمو يجي شكل الجباب يعني يجي هاي ووالا الرشو هكا يعني رشو من كامل الجهات ومبعدها نجيبو هذو كل الوردات يعني اللي كنت تخدمتهم بها جينة السكر وانبورت بياس بارك يخرجو لكم وردات وبزيف سهل للخدمة انتحهم فغيمو هنا يا نجيب الوردات انتوعي وردة صفرة وردة بيضة ندلهم شوية نتاع الشوكولة والن واللي سقوم اللي بنت نسيت ما قطلكمش انه شوكولة كتكونو تقلاسي وشوكولة صاذغ يعني بنتنا اللي بنت ما نصحكمش بيها بس كتقيلة بزيف وتبدو وغير زيدولها في الزيت يعني شوية بالصح يعني اللي ما يكونش عنده ملون والملون تاع الشوكولة شوية غالي ثم يعني رانا اوبليجي بيش نستعملوها بالصح اللي عنده يعني الملون تاع الشوكولة نسكم تستعملو دادا يعني دادا هي المخيرة في شوكولة تستعملو شوكولة بيضة وزيدولها الملون الاصفر حت تحصلوا على اللون بزافة شباب هو اللون شباب يعني تعالى صادغ بصحتي شوية ثقيلة ولازم تبدأ وزيدو لها في الزيت تعذب شوية كتكون الذوب لازم ديما تبدأ وتخلطو يعني مشي كيمة شوكولة البيضة وزيدو لها الملون وفالة لبنات هذي هي النسبغ الريشة بنكري فونت النوعية ديما راني نشارككم بالنوعية مام الأسئلة كي تسألوني كي تسألوني مشتركات الحبيبات انتوعي ديما يعني ننصحهم بأنهم يستعملوا هذا الناكري هو يسوى خمسة وخمسين ألف يعني مليح في السعر وكين تحصومي لكن انا نصحكم بهذا بالنوعية هذي فونت وظل لبنات هاي لكم الشكل النهائي بعدما قلاسيتها بالشوكولة يعني وكي تكون بردة رح تجمد معاكم الشوكولة خصوصا انه هذا اليام ترعنا شوية البرودة يعني ما رحش تعذبكم الشوكولة أنا بزف نحب نخدم القاطو في العيد الصغير لأنه شوكولة متعذبنيش هذا هو الفيديو التعنى لنهار اليوم لبنات ان شاء الله يكون أعجبكم وتكونوا استفدتوا من الوصفة اي استفسار اي سؤال خليواهلي في التعليقات رح نجاوبكم يعني بالوحدة ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه يعني يجي بسف بخستيج ويوالم للعيد اشتركوا في القناة